أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظوي محمد الشامسي وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد المطوع رئيس القطاع الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي وسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومن الجانب المصري السيد وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء هشام الجندي مساعدي مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للنقل واللوجستيات صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي لسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ حيث أهرب السيد محمد الشمسي عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر في ضوء العلاقات الأخوية شديدة التمييز بين الدولتين والشعبين الشقيقين وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقاومات فريدة تجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً مسمناً ما شاهدته الدولة في السنوات الماضية من تقدم سريع ومضطرد خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات بما يحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد في هذا الصدد أتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين شقيقين اشتركوا في القناة